في حادثة ليست الأولى من نوعها في المحافظة الكلاب السائبة المنتشرة في المدينة تعتدي على تسعة أطفال أثناء ذهابهم إلى المدارس مصادر طبية في مستشفى الموصل العام أكدت أن هجوم الكلاب تسبب بجروح بليغة للأطفال حيث تم إجراء عمليات ترميمية وجراحية لبعضهم ممن تعرضوا لتشويه في الوجه والرأس فيما رجحت أنها ستترك آثار تشوهات دائمة فضلا عن الآثار النفسية سكان منطقة العبور في الموصل أكدوا أن الكلاب السائبة أصبحت تهدد حياة أطفالهم وتمنعهم من الذهاب إلى المدارس بل وحتى الخروج من منازلهم دولة كلهم أطفال في المدارس يعني نعاني من هذا الشيء ما بس اليوم لا أول مرة هذا كل يوم يعني حرمه هم نفس الإصابة هم هنا يتشلب تشلاب كلها مسعورة يعني نريد حال لازم يسوينا حل يعني من البيت هسا أنا من البيت ما يقدر تطلع طفل ما يقدر يطلع على المدرسة ما يقدر يروح يعني هسا اليوم هاج شوفوا ما دولة تسع حالات دولة صورتهم تسع حالات كلهم تشلب واحد أطفالهم تشلب مسعور يعني تشلاب كلها سائبة يعني منطقة يعني احنا يعني متأذين يعني متأذين دي يعني نحق عليها شكبري مو أذول أطفال والله باللييل ما يقدر أطلع حادثة صلتت الضوء على تنامي خطورة ظاهرة الكلاب السائبة على سكان المنطقة الذين طالبوا الجهات الحكومية المختصة بالتدخل العاجل لوضع حد فوري لتفاقم الظاهرة طالب الحكومة يخلصون من هاي المشكلة ما لتشليب يخلصون منها يعني تطلع بلدية تطلع يكتلونها يشمونها يعني هاي راح راح طالنا ما نقدر بعد لا يروحون على المدارس ولا يقعدون بالبيوت ونسوي للباب قفل وزنجيل ما نقدر بعد حتى احنا الكبار قمنا نخاف يعني هاي موضعية هاي لازم احنا نريد حل أعداد كبيرة من الكلاب السائبة تنتشر في حي العبور ومناطق أخرى في الموصل في الوقت الذي يتواصل فيه هلع سكان المناطق الذين أكدوا غياب المعالجات الحكومية الجادة لهذه الأزمة رغم المطالبات المتكررة لإنهائها رغم المطالبات المتكررة ترجمة نانسي قنقر